عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الرئيس مون جي ان رئيس جمهورية كوريا الجنوبية جلسة مباحثات ثنائية أعقبها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين كما بحث الرئيسان أفاق تعظيم التعاون بين البلدين في توطين صناعة السيارات الكهربائية بمصر بالإضافة إلى التعاون في مجال الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات والرقمنة والسياحة ومشروعات البنية الأساسية والتعدين فضلا عن مناقشة سبل انخراط كوريا الجنوبية في تنفيذ مبادرة حياة كريمة وكذلك التعاون في مجال الطاقة بمختلف أنواعها وذلك في ضوء حرص البلدين على تنويع وتأمين مصادرهما من الطاقة وشعدت المباحثات استعراض تطورات عدد من الملفات الإقلمية والدولية ذات الاهتمام المشترك حيث شهد اللقاء توافق الرؤى بشأن مجمل هذه الموضوعات وفي مقدمتها تطورات الأزمة الليبية وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي من جانبه أن استقرار الأوضاع الداخلية بالأراضي الليبية يمثل أولوية بالنسبة لمصر ومن ثم مواصلة مصر مساعيها الحثيثة مع الأطراف الليبية لإجراء الانتخابات الوطنية كما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي في ذات السياق دعم مصر الدائم لكافة الآليات التي تضمن أمن واستقرار شبه الجزيرة الكورية من جانبي أشهد الرئيس الكوري بالثقة السياسية المصرية كحاجر زاوية في صون الأمن والاستقرار في منطقة طي الشرق الأوسط وأفريقيا خاصة ما يتصل بالتحركات المصرية للتوصل إلى التسوية السياسية للأزبات في المنطقة فضلا عن جهودها الحثيثة بقيادة الرئيس لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وكذا نشر قيم التعايش والتسامح في المنطقة وتعزيز جسور الحوار بين الدول الإفريقية والعربية مع مختلف دول العالم